بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تتغر في الميزان أقيم الوزن بالقسط ولا تحسر الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبه العصف والرحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجان من ممار جد من ممار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البحرين يتقان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المرنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وده ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأش فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرخ وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياحوط والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك السورة بكذل جلال والوجه القرام صدقت يا رب العالمين اشتركوا في القناة